أنا حنان أمري 13 سنة نحنا ساكنين بريف إدلب نزحنا من ريف حالة بالجنوب إلى ريف إدلب وبركين هلأ بي مخيم عبربي تسع أيتام عندي أنا بنت وحدة أولاد عمي ست أولاد وبنتين بنات جوزي عبدير بالي عليهم من أكل شرب لبس عم نحاول نأملهم احتياجاتهم وأبوي عم يساعدني كما في ربيت الأطفال بس في صعوبة إنه ما في شغل ما فيش مصروف ما في الداخل إنه نحن نأمل لها الأولاد طلباتهم يعني أولاد كل ما حالهم عم يكبروا عم يطلبوا طلبات أكثر عم يزيد طلباتهم مبسوطة وأحيانا كون ماني مرتاحة كون مبسوطة إنه أيتام نكتب فيهم حسنا نكتب فيهم أجر إنه أيتام الأم والأب عبر ربيهم وأحيانا مثلا ما بكون مبسوطة إنه يطلبوا مني أكل شغلة معينة ما بحسن أمل لوني إياها مثلا أدوات مدرسية من ألوان دفاتر أحيانا ألعاب أحيانا أكلات يعني فواكه هيك شغلات ما بحسن أمل لوني إياها هذا السعور كبير بنزعج منه إنه يطلبوا مني شغلة ما بحسن أمل لوني إياها هل تنفرتوا؟ هو تربات الياتيم السفية حسنا وأنا ما عندي مشكلة إنه إذا فيه طفل كمان نلبي معه أنا ما عندي أي مشكلة ترجمة نانسي قنقر